اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقبض فترة طويلة جداً وزاد الأعداد بتاعته إلى أن ضاقت المنطقة بعدد السكان الموجودين هاجر إلى خارج المنطقة شرقا وشمالا وغربا من المتفق حول ذي الوقت أن الإنسان لما مرق من أفريقيا مرق عن طريق واحدة من المخارج الأساسية منطقة باب المندب إلى منطقة اليمن وظفار فمسألة أنه في علاقة ما بين بداية البشر ومنطقة الصاي هي الآتي أنه في بحثات أثرية لقدت أسار للإنسان بتاع العصر الحجري القديم والوسيط لأنه بداية الإنسان ارتبطت بالأدوات يعني في مجموعة من الأدوات معروف أنه هذه الأدوات من ناحية كيف أن الإنسان حزق هذه الأدوات تكون تشكيلة واستعمالها والقدرة بتاعتها ذاتها كأداة حجرية فيه معروف أنه حاجة اسمها النوبيان النوبيان يعني يسمونه المرتبطة بالمنطقة النوبية زي ما موجودة في المغرب أو غيرها هذه الأدوات وجدت في زفار وجدت في زفار فالرق تم ربط ما بين جزير الصاي وزفار واحدة من المخلفات المادية اللي بنحتمد على في شغولنا كأساغريين ونلقاها متواجدة بكسغة في المواقع الأساغية هي الفخار إذا جيبنا أو جازلينا تعريف الفخار أو التكلم عن مفهوم الفخار نعرفه بأنه هو أي مصنوعات مصنوعة من الطين اتعرضت للحريق لاكتسابه أو لأنه نكسبه قوة وصلابة أكتر تساعد على استخدامه لفترة أطول أو الاستمارياته أو كذا ليه يحتمد الإنسان على الفخار لأنه أول شيء هو من المواد كماد دخام هو مادة متوفرة اللي هي الطين متوفرة حولينه وهي سهلة التشكيل لما نجي نتكلم أو نزأل نفسنا متين كانت البدايات الأولى لاستخدام الفخار ولا اختراع ظهور اختراع الفخار أصراحة لسا ما اتوجدت إجابة قاطعة أنه البداية الأولى للفخار كان بيتين ولا استخدامه أو معرفة تصنيع الفخار كان بيتين لكن في مؤشرات ممكن إحنا نطلق منها اللي هي أنه البداية الأولى كانت هي تشكيل الطين بدون الحريق تجفيفه وكذا بعد ذاك بالتجربة والممارسة اليومية عرف الإنسان أنه كل ما اتعرض الطين المجفى إلى الحريق بيزداد لصلابة أقدم المؤشرات لقطع مصنوعة من الفخار هي ظهرت لنا في أوروبا ترجع لثلاثين ألف سنة قبل الميلاد هي عبارة كانت عن أشكال بتاع التماسين مصنوعة من الطين المحروب أما أقدم الإشارات وأقدم الأدين على وجود آنية مصنوعة من الفخار هي بترجع لنا إلى 11600 قبل الميلاد تقريبا 11600 11300 دي أقدم الآنية الفخارية توجدت لنا في منطقة الصين وفي آنية فخارية حكاية بتاعة 10 ألف 11 ألف قبل الميلاد توجدت لنا في منطقة بتاعة روسيا دي من أقدم الإشارات التي توجدت لنا في العالم تؤرخ ممكن نؤرخ بيها أو نأخدها كدليل لحد يحسي لظهور استخدام الآنية المصنعة بواسطة الفخار في العالم أما هنا في السودان فأقدم الأدلة بتاعة ظهور الفخار واستخدامه في الحياة يومية ونلقاها بترجع لحقبة العصر الحجر الوسيط وأشهر المواقع اللي وجد فوق الفخار بتاع العصر الحجر الوسيط هي المنطقة بتاعة الخرطومة الجديمة إيرلي خرطوم والفخار بتاعة الفترة بتاعة العصر الحجر الوسيط كان السقاحة هو واحدة من التساؤلات الكبيرة لأنه أغلب الحضارات وأغلب الاكتشافات اللي متأرخ لظهور الفخار ومعاه أداة تانية هي أداة المحراكة أو الحجر الرحة كانوا مربوطات بمعرفة الإنسان بالزراعة كان من المدهش أو المسيط أنه في الوقت داك مسيط لجدل أنه يتجدوا الأداتين اللي هي حجر الرحة والفخار توجد في موقع يؤرخ له للعصر الحجر الوسيط لأنه العصر الحجر الوسيط زي ما هو معروف للعامة هو فترة سابقة لمعرفة الإنسان بإنتاج الطعام فبالتالي حجر الرحة هو من الاختراعات المربوطة بإنتاج الطعام والزغاعة بتاعت الحبوم وأيضا الفخار للتخزين والطهي والغير ومن الحاجات عند علاقة برضو بالزغاعة لكن الأدلة الأسغية أثبتت لنا أنه الحبوب اللي كانت موجودة في المنطقة بتاعت الخرطومة القديمة والمكان يستخدمه فوق حجر الرحة دي زعته والفخار هي حبوب غير مستأنسة وأنه المجتمع اللي استخدم هذا المجتمع هم مجتمعات بتاع الصيط وجمع الطعام فهي واحدة من الاختراعات المدهشة كانت في وقتها الوقت داك لكن تم تعكيد ربط الاكتشاف بالفخار واحتبار جزء من ثقافة العصر الحجر الوسيط في السودان في أكثر من موقع تاني توجد في شمال ومدرمان منطقة الشيناب السروراب وغيره ومن المدهش تماما أنه واحدة من البحثات الأساغية التي تلع بها قسم الأسار جامعة الخرطوم الوقت داك كان في عام 1900 في سبعينات الغرنى الماضي سبعينات الغرنى الماضي لتدريب طلابهم في منطقة بتاع الشمال ربط المدرمان تحديداً موقع السروراب تم اكتشاف فخار تم توريخه إلى 9500 قبل الميلان وده مؤشر لظهور الفخار يمكن في الشريط بتاع السافنة من أقدم المواقع الأسارية الموجودة في ناطاق بتاع الشريط السافنة في أفريقيا ظهر الفخار زي ما قلت لكم في الفترة بتاعة العصر الحجر الوسيط في السودان وكان عنده ملامح بتاعة مميزة له اللي هي الزينة اللي بتضاف للآنية اللي هي الزينة بتاعة شكل الخطوط اللي المتموجة اللي هي دل أخذ منها الإسم ذاته بتاع العصر الحجر الوسيط بيقوا يسموه اللي هي ثقافة الخطوط المتموجة الفخار بخطوط المتموجة بشكل الآنية المميز اللي هي شكل بتاع السلطانية أو باللغة السودانية الدارية شكل بتاع كورجيا هو أصبح مميز لنا لثقافة العصر الحجر الوسيط في السودان تطورت الآنية وشكل الزخارف لتأخذ أشكال تانية مختلفة في فترة العصر الحجري الحديث ممكن نرخليها لستة ألف قبل الميلاد تحدي ثلاث ألف تقريبا قبل الميلاد بنلقاها مثلا في المنطقة بتاعة شمال المدرمان الشهيناب في واحدة من مواقع العصر الحجري الحديث بقت تاخد أشكال بتعزينة مختلفة والآن بقت شكلها تختلف بدل الخطوط المواوجة بقت فيه شكل بتاع نقاط شكل بتاع الزيجزاق أشكال مختلفة من ومتوسعة من الزينة تضافوا إلى الآنية أشكال الآنية ذاتها من شكل السلطاني أو كوريا بقت تضيق شوية الفتحة بتاعتها والفوهة بتاعتها تضيق عشان تخزين لنا غير الحاجات الكافة زي الحبوب وزي الطعام الهناي والنباتات والسمار وغيره بقت تضيق عشان تقدر تحتوي لنا وتحتفظ لنا الحاجات السايلة من أجمل الفخارة ببعد لنا لفترة بتاعت العصر الحجري الحديث بيعكس لنا التنوع في صناعة الأدوات والآنية الفخارية الأول الفخار الذي ظهر لنا في الموقع كدركة كان هو ذاته فيه تنوع مش في الزخرفة بتاعته وفي طريقة التصنيع بتاعته لكن حتى في الاستخدام بتاعه ظهر لنا تمييز ما بين الاستخدام بتاع الفخار في الطقوس بتاعت الدفن وفي الممارسات بتاعت الحالة يومية بتاعت المجتمع بتاع العصر ذاك بنلقى شكل بتاع كاسات مميزة بشكل جميل جدا جدا يعد فغيد في الحضارة بتاعت وادي النيل اللي هي شكل بتاع كاسات اخترحوا أو جادلوا الباحثين أنه قد تكون هذه الكاسات كانت تستخدم في نوع من طقوس الشراب في أثناء عملية الدفن وكان يتخطى دائما الأساسات الجنائزية الفخار بالنسبة لنا في الأثار هو واحدة من العلامات والمؤشرات التي نستدل بها على النوع والحقبة التي نتمي لها الموقع الأسو طيب ليه هي جزيرة الصاي أو المنطقة الحولة أو وادي هور اللي هو ده الناس دلوقت بيفتكروا أنه الرعي والزراعة تاريخيا نشأت في منطقة وادي هور وفي إشكال طبعا في هذه الناحية أنه البعثات الأسرية بتركز على المناطق اللي الوصول لها سهل عشان كده الأساريين من أوربيين وغيرهم دائما كانوا بيقولوا أنه بداية الحضارة في منطقة الهلال الخصيب ومنطقة صور في لبنان وغيرها لأنه ده المناطق اللي هم وصلوا لها أول أما الصحراء الكبرى عشان أنت تطلع برحلة للصحراء الكبرى من الصعوبة فبالتالي ما درست ولكن الآن في شواهد والشواهد دي بدت ما من الآثار بدت من الجينات أنه المنطقة دي منطقة أساسية إذا كان جزيرة الصاي لأنه جزيرة الصاي فيها اتصال من بداية من العصر الحجر القديم وإن تماشي ويعني هي كحتة محاطة ذاتها يعني بتسمح بأنه الحضارة فيها تكون يعني إذا أول إنسان لأنه إنسان لما ظهر كان محاطة بتحديات كبيرة جدا جدا أما المنطقة كلها إذا كان الصحراء الكبرى أو جزيرة الصاي ونحن بنقول إنه المنطقة هي ما بين بحير التشاد والبحر الأحمر السبب إنه هذه المنطقة في خلال العصور الدليلية وخلال فترات التحول المناخي الكبير اللي بيأثر على الناس دي منطقة كانت إنكليف أو منطقة كانت يعني بتمثل يعني يعني منطقة صالحة للحياة والمسألة دي طبعا يعني حنجلي قدامنا أشوف الشواهب بتاعتها إنه الصحراء الكبرى كانت في خلال العصر الجليد الأخير كانت منطقة خضراء وتسخر بالحياة والحيوانات والرسوم الصخرية بتوري المسألة دي طبعا الواحدة ما يجي يفكر إنه الإنسان اللي هو موجود دلوقت في قطبة الشمالي اللي سكيمو أخصى الثقارة الأمريكية الجنوبية وموجود في كل شبري من هذه الأرض هذا الإنسان بس كان موجود في المنطقة دي دي حاجة يعني بتخلي الإنسان مخه يعني غير ما بتتقبلها ولكن كل الشواهد بتدل إنه البشر مثلا ما كانوا موجودين في أمريكا الجنوبية قبل عشرين ألف سنة خالص دخلوا أوروبا في نفس الفترة يعني يمكن فلس دخلوا قبل أربعين ألف سنة بدايات الناس اللي هم مشوا هاجروا للشمال إنه الإنسان كان موجود في أفريقيا وفي أفريقيا في هذه المنطقة الصحراء الكبرى الصور بتاعت التعاقب الديولوجي بتوري إنه بالذات في الفترة بتاعت الصورة الجليدية اللي هي أوروبا كانت غير قابلة للسكن وكذلك شمال آسيا والمنطقة الوحيدة في العالم اللي كانت يعني صالحة للحياة هي منطقة بين وحير التشاد والبحر الأحمر وده أنا ممكن يتكلم عنه الناس بتاع المناخ لأنه في حاجة يسمها النبض المناخي يعني دايماً بيحصل دورات مناخية فالناس عشان كده فيه هجرة متصلة ما بين النيل والمنطقة بتاع الصحراء الكبرى وغيرها فإذا نحن عندنا زي ما قلنا دلائل تشريحية ودلائل ثقافية مثلاً الرسم واللغة وعندنا دلائل دينية بتوري إنه أكبر أكثر تنوع وراسي موجود في العالم موجود في السودان نضرب مثلاً إنه المجموعات السودانية القديمة اللي هي يعني ما كانت فيه هجرات في مناطق في ناس جوه من غرب أفريقيا في ناس جوه من شرق أفريقيا للسودان ولكن السودان بالزاد في جناحي بتاعت النسل النسل السلالات الأمومية حافظ على نفس السيجنيتشير اللي هو الدلائل بتاعته إنه ده أصل البشر يعني ولكن في نمسك الزكور الزكور مقسمين لجروب A مجموعة ألف المجموعة ب المجموعة جيم وهكذا A B E ديمة كثيرة نلقى إنه الناس A والبيدل موجودين في السودان وفي أسيوبيا أريتريا بعضاً من الناس في تشال بس يعني إنت لما تي تأخذ الخريطة دي تمسكها من أولا ما موجودين في حتتان في العالم موجودين A في جنوب أفريقيا اللي هم السان اللي تكلمنا عنه منه هم مجموعة بتاع الصيط والتقاط وفي ناس بيقولوا طلع الكلام دي ما عرفه صحيح ولا لا إنه الجمجمة اللي الموجودة في المتعف بتاع السودان بتاع الإنسان سنجب تشبه السان طبعاً يعني إحنا يعني أخذنا هذه الأشياء يبقى يعني ما في سبب يخلينا أفكر إنه فيه يعني موطئ للبشر غير هذه المنطقة من العالم وأنا شايف إنه السودانين حقه يستثمروا في هذه الثروة التي حباهم بها الله يعني إنت عندك تنوع لغوي عندك تنوع جيني يعني الأمراض لما انتجي بتفتك بالبشر ما بتفتك بالسودانين لأنه المرض أي مرض بيكون في ناس معرضين له وفي ناس ما معرضين له من ناحية جينية لكن إذا في مجموعة جينية متشابهة إذا جمرض معين بيفتك بيها كلها أما التنوع دائما عنده قيمة في حماية المجموعة اللي هي حاملة للتنوع ده مثلا الناس بتكلمون أن الأسود كويس الموجودة في السرنجتي مهددة بالانقرار لأنها بدت تكون متشابهة جينيا لا تحتمل الأمراض حتى الناس الرعاة القدام بيعرفوا أنهم لازم يعشروا الحيوانات دي مع بعض عشان يزيدوا القدرة بتاعتها على الاستمرار فأنا شايف أنه قضية أنه السودان فيه تنوع دي يعني مبطوع حقه الناس يهتموا بيه ويستثمروا فيه ويفكروا فيه ويدرسوه يعني مثلا أن الليلة إذا أنت أخذت الموسيقى أنا ما شايف أنه في أثنين من الفنانين السودانيين بيشابه يعني الكاشف بيشبه أبراعي معوض ولا وردي ولا بيشبه محمود عبدالعزيز ولا بيشبه ما في يعني دي حاجة غير موجودة في العالم لأي أنت لو مشيت أي بلد في آسيا بتلقى أنه الموسيقى أو في مناطق أخرى الموسيقى متشابهة ده جزء من التنوع أنه الأزنة السودانية بتستحمل إنها يعني تحتمل هذا التنوع السودانيين نفسهم عندهم قدرة غير عادية على الاحتمال الآخر لذا كده السودان ده كان دائما قبلة للهجرات والاستقرار وليحتمال الناس لبعض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة